اشتركوا في القناة في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي كما كان في الاستقبال سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط في مستهل الزيارة عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي تحية لجللته رعاه الله سلام زيني حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم سلام قف ترجمة نانسي قنقر 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 وخلال لقاء جلالتها يده الله بكبار الضباط رفع الجميع إلى جلالتها أسمايات التهني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة مشهدين بالدعم والمسالدة المتواصلة التي تحظى بها قوة دفاع البحرين لدن جلالة الملك المعظم أيده الله سائلين البارع عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعى لمواصلة هذه المسيرة الظافرة التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالة الزهر هذا وقد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوة المسلحة أيده الله عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع داخل البلاد وخارجها وجميع المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين قال جلالته أننا نقدر ما يبدله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حماية لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتنا الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة فهم درع الوطن المنية وموضع الفخر والاعتزاز الدائم وإن إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة أضاف جلالته أن ما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات وعمل مميز وسمعة طيبة أكسبها ثقة المواطنين الكرام وأشقائهم في الخليج العربي والدول الصديقة ونحن نسعى دائما للسلام وأن البحرين رائدة في المنطقة في كل المجالات ونحرص معا على حمل الأمانة لأجيالنا القادمة أضاف جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه ليطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سمام بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومؤازرة لقواتنا المسلحة كما عرب جلالته عن خالص شكره لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده الحتيثة التي تتجلى فيما تشهده قوة الدفاع من تطور ورقي ومنع وأضف جلالته كما نشكر ما بذله رجال قوة دفاع البحرين من النخبة الطيبة منذ بداية مرحلة التأسيس والذين نكن لهم كل التقدير ولا ننسى جهودهم القيمة وأخلاصهم الصادق وقال جلالته يده الله إن قوة دفاع البحرين بعون الله وبجهود رجالها الأشاوس تعلي مجدها عاما بعد عام فإلى جانب نهوضها بواجبها السامي الجليل بالذود عن الوطن وأمنه وسيادته بكل بسالة فإننا نشهد في الوقت ذاته إسهاماتها المهمة والكبيرة في دعم مسيرته التنموية والحضارية الشاملة بكل جدارة وكفاءة من خلال العديد من المجالات من خدمات صحية رفيعة توفر للمواطنين الكرام العلاج توفر لهم العلاج والعناية الطبية الراقية وأسهامات كبيرة في مجال الإسكان فضلا عن ما حققه منتسبها من إنجازات رياضية مميزة رفعت اسم وطنهم عاليا في المحافل الإقليمية والدولية إضافة إلى التنظيم والمساهمة المهمة في المعارض الدولية ومعرض البحرين الدولي للطيران منذ انطلاقته الأولى في قاعدة الصخير الجوية التي أنشأتها قوة الدفاع وكذلك المشاركة في العديد من المناسبات الوطنية الكبيرة فهم نعم الرجال الذين يعتمد عليهم في كافة الميادين وهي قوة دفاع البحرين يعلو صرحها الشامخ عاما بعد عام قوة ومنع كما ضف جللتها يده الله إن أهل البحرين مثالا مشرفا لما يتحلون به من روح المثابرة والعزيمة الصلبة في تحقيق النجاح متمني أن جللتها يده الله للجميع دوام التوفيق والسداد وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة تشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بتقديم هدية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة كما قدم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هدية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شكرا للمشاهدة